بعد المباراة مرسل كوراة المدير الفني ليه النادي الاهلي قال اعتقد ان احنا كنا على المستوى المطلوب ولكن كل المباراة هي حالة فردية بذاتها لان الاندية تلعب بطرق مختلفة وقال اللعبنا اليوم بشكل ممتاز وكل اللعبين قدموا اداء رائع جدا واحنا في الدوري هناك فرق في الطرق الدفاعية ما بين المباراة في الدوري والمباراة اللي زي دي وده اللي بيخلي اللقاءات دي مختلفة شوية قال ما اقدرش اقول ان احنا كنا هنفوز او كنت متوقع ان احنا هنفوز بنتيجة 3 واحد لكن حاولت مع الجهاز الفني ان احنا نصعب المواجهة على المنافس في الملعب واللعبين قبلوا بلاء حسن اليوم وقال ان انا بقدر الظروف الاتحاد والاهلي اكبر نادي في القرى الافريقية والجمهور دايما بيطلب الفوز وحتى لما بنفوز بيكون هناك انتقادات وتصبح حدا عندما نخسر قال ان العام الماضي واجهنا فلمينجو هو فريق برازيلي ايضا وقدمنا اداء جاية في تلك المواجهة ولكن انا لم نستغل كل الفرص وقال اللقاء كان متكافئ جدا وقال نستعد لمباراة في الومينينسي في اليومين اللي جايين عشان حق الانتصار وواصل ان اللعبين هيعملوا قصارى جهدهم في هذه المواجهة هاي برستاو قال سعداء للغاية بالنتيجة واحنا جينا هنا عشان نفوز من المباراة ولعبنا بشكل جيد وهدفنا كان خود مباراة عادية امام منافس قوي وان احنا نسجل اهداف وما نستقبلش اهداف لكن انا استقبلنا هدف وفوزنا في النهاية وقال ان المباراة اللي جاية ضد فلمينينسي البرازيلي صعبة جدا وهنقدم كل شيء مع مشجعينا وهتكون مباراة كبيرة اما علي معلول فقال الروح جعلتنا نفوز على فريق مدجج بالنجوم ومرة اخرى يظهر الاهلي شخصيته وتاريخه وعملنا تحضير جيد للمباراة طول الاسبوع اللي فات وركزنا بشكل كبير جدا وبالروح وبالعزيمة قدرنا نعمل المطلوب قال بعض الصحفيين ودي جملة مهمة جدا قال بعض الصحفيين قالوا ان الاهلي هيخسر ولكن يجب ان يعرفوا انه النادي الاهلي بطل افريقيا ولديه الخبرة اللازمة في كأس العالم للاندية وقال ان شاء الله سنتواجد في المباراة النهائية هذا العام يا رب يا رب الكابتن محمد الشناوي كابتن النادي الاهلي قال فريق الاتحاد كبير باسماءه وحضرنا بشكل جيد للمباراة وقال ان احنا سعداء جدا وانا احتفل اليوم وانفكر مباشرة بعدها في المباراة اللي جاية في النصف النهائي بداية من الغد وقال ما فيش شك او هو ما كانش عنده شك في اللاعبين والجهاز الفني كنا وصقين ان احنا هنكسب المباراة احنا بنجتهد وبنذاكر اللاعبين المنافسين بشكل فردي بشكل كويس جدا وقال التصدي لضربة الجزاء كان توفيق من الله توفيق كبير من الله اما حسين الشحات فقال حقا نفوز كبير على فريق بحجم الاتحاد في ملعبه ووسط جمهوره ده الاهلي بشخصيته اللي بتظهر في المباراة الكبيرة والعامنا بتركيز شديد وكان التوفيق في صالحنا زملائي دائما بيقولوا علي لقب المنديالي بسبب اهدافي في كأس العالم للانديه منطقي وطبيعي طيب